السلام عليكم نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة راحب بكم من جديد في القناة وصفة اليوم معسلات رمضانية بامتياز تزينوا بها طاولة سهراتكم البنا والأرواع يجوا محشيين هادلي كغني وبزاف بزاف بنان نتمنى تجربوهم حتى انتم ما نقولكم بقاوم عالي الاخير باش شوفوا كامل التفاصيل مشاهدة طيبة للجميع اول حاجة للمقادير عندي كاس جلجنال اللي كنت حمصته اهكده نعطيه تحميسة خفيفة من ننكحلوش بزاف عندي اربع ملعقة صغيرة تاع خامنة الحلوة مع كاس تاع الفارينة وربع كاس تاع زبدة دائبة اهنا دوبتها فقط في الميكروند وعندي تاع خامنة الحلوة ماء الزهر اللي لم نشحطته هنا في المقادير باش اللموا به العجينة حطيت الكاس تاع الجلجنال اللي كنت حمصته حطيت خامنة الحلوة مع الفارينة وخامنة الحلوة البنات لازم ضروري لا تكتروا بزاف غير قيس ما يجيكم هذه المعسلة تهشش نتخلط هذه المقادير الجافة كما لكم تشاهدوا من بعد نضيف الزبدة اللي كنت دوبتها فقط في الميكروند قليل يعني راهي هنا شوية بردة مشي سخونة نحاود نخلطهم مع بعض نبسسهم ملاح ونبدأ اللم بماء الزهر هذه العجينة اللي نتحصلوا لها تكون متماسكة ما تنسخش في اليد نحجنها قليلا في الغي سيبيون هنا من بعد اللموها نغطوها بالبلاستيك الغذائي ونخلوها ترتاح او واحد لنصف ساعة الى ساعة كاملة على حساب ما تكملوا شغلكم وتعودوا تولوا للتشكيل بعد ما ارتحت لي هنا حطيتها فوق البلوند الخفاي وكما راكم تلاحظوا تكمية قليلة فقط كما تعرفوا في شهر المدار نحب النوعه في المعسلات نضيفه قليلة كما تكمل تمتم ونضيفه حاجة واحدة اخرى نضيفه حلال ونحلها نوعا ما تكون العجينة القيقة من بعد نضيف القطعة اللي تكون دائرية على حساب ما نشكل بها لكورني التوعي طبعا هادو كليمو اللي عندي وهذا هو السمك تاع العجينة كما تلاحظوا نجيب هادو الكورني اللي يتبعوا في المحلات نحطوه هكذا في الوسط تاع الدائرة ونخليه شوية خارج باش من بعد ما يتقل نحب نعسله نقدر ننحيه نغلق بهذا الشكل من بعد نجيب شوية تعبايات البيت اذا ما عندكمش تقدروا تديرو غير شوية تعال ما نغطس هكذا سباعي ولا امبنسو في الباية تاع البيت ونغلق باحكام هكذا العجينة التاعي نسجها مليح ونحطها على جهة ونكمل مع بقية العجينة اهنا راني نعود امامكم احبه واحد اخرى باش شوفوا الطريقة وفي هاد الاتناء البنات راني مسخنا او دائرة المقلة التاعي والزيت يسخن يجب يسخن مليح من بعد نقص النار وكي كملت التشكيل مباشرة نبدأ في القلي نحط هكذا كورني التوعي فوق الزيت اللي تكون سخونة ومن بعد نقص النار كي يطيبون من الداخل لا يجبون مع الجنين نطيبهم تقريبا 1-5 دقايق نجيب هنا ملعقة ونبدأ هكذا نرمع لهم في الزيت نجبهم يطيبون على الجهة الاولى من بعد نقلبهم بعد ما يتحمروا لازم ضروري يحمروا مليح كي يجوكم مبنان ويزيد يطيب هنا او يتقل في الزيت باستخدم ونقلب البنائة بعد ما قلية customizedه مباشرة نجيب هنا الفرشيطاء انقطرهم كما راكم تلاحظو بهذا الشكل ونضعهم في سحن ويكون مغطيهم بوارق الطهي او الورق الماس نحن نتكطر كثير من المقلات كي نقدروا ننحوهم ونقلبوهم على غرضنا مباشرة هذيك الجزء اللي كنت طيبتو من الأول ننحلو هكذا اللي كورني يتنحو فاسي المون يكونوا شوية سخونين مباشرة في الحسل اللي كنت تدفيتو فقط شوية باش يعني يولي لي شوية سائل ما يبقاش ما يبقاش تقيل فلا بالفرشيطة نقلبو هكذا ونخليه مدة دقيقة نخليه حتى يتشربوا ملاح العسل من بعد نصفيهم فلا البنات بعد ما شربوا الملاح العسل هدو كورني نرفضهم هكذا نقطرهم ونحطهم فكس كاس ولا اه اون قريب باش يكتروا وضروري نوقفوهم باش نتخلصوا من العسل الزايد فلا بهذا الطريقة لازم نوقفوهم من بعدا نخلوهم يبردوا ويكتروا ملاح جبت هنا شوية عكوكي وليكنت رحيتو بودرة محمص طبعا ورونتو بشوية العسل لازم نتحصلوا على جونغ وينبات رحين نعمروا بها الكوغنيت تاوعنا ونجيب بزاف بزاف بنينا هنا رحح للكوغنيت يجوني بزاف بنينا بيس كرنيتر تخاليتي تاع الكوكاو ومع الجلجل لان نعمر هكذا الكوكاو كما لكم تشوفوا نسجمو ممليح ونجيب الكوكاو الليكون محمص ومرح يخشين تقدرو تديرو بيستاش تقدرو تديرو الجلجلان كما تحبونتوما افوالا ترمدو هادو الكوغني بهذا الشكل وتكملو بنفس الطريقة بقية الليكوغني اللي بقاولي افوالا ترمدو هادو هما المعسلات الليبناتو هادو هما الكوغني يجو مع الكين وبزاف بزاف بزاف بنات نتمنى حتى انتم تجربوا هادو الطريقة شوفوا كيفاش يجو يجو مع الكين من الداخل ولا بعد تجي بزاف هيلة وشيشة او ممتو بنينة هادو هي البنات وصفتنا اليوم نتمنى تكون عجبتكم نقولكم شكرا على حسن المتابعة الى اللقاء في كيفية اخرى باذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر